عمليني شهر بالراجل ونقوله ده ضعيف شخصيا وده ايه الكلام اللي بتغلت عيب وانا قلت انبارح والله عيب كابتن عيب جلال عيب صراحة مدرب كبير ومدرب محترم بس السؤال ايا كان ايا كان يا كريم اللي انا بقدمه سواء نجح او فشل موفقتش فيه ما انفعش اخوض في شخصية مدرب صح اللي احنا لأ اللي احنا مرفوضة ما انفعش ان اتجاوز في شخصية مدرب مظبوط انتقدني فنيا زي ما اتعاوز ليك الحق انت تقدمني انك انت اخوض في شخصي وتخوض في لا 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 عيب وبعدين معلش يعني ما كناش نسند احنا مدربين المصري انت النهاردة افقط الشارع المصري ثقته في المدرب المصري مين يقبل ان هو يجيله الامان بعد كده ان نشتغل في المنتخبات مين يقبل مين يقبل مين يقبل اللي بعد كده ما يضمن ان ما يضحاش به زي حساب البدري وزي ايه بجلال يعني انت لو عرد عليك منتخب مصر في اي وقت تقبل لا مابالش بالصورة اللي انت شايفها دي معلش معلش ده صراحة صورة يعني يعني الراجل في كوريا وبيتهانهنت بلاته صراحة يعني بغض النظر عن يعني نتيجة المبراطين انا لحتى لو انا عاوز ان فاصل في احترام وكمان انا بالون كمان على النقد على شاشة التلفزيون ميباش بهذا الفجة يعني صراحة يعني فيه ناس صراحة بيتها تجهوز يا فنم اذا كان اساس جمال علام رئيس اتحاد الكوريا نفسه وهو راجل في الطيارة تلا قالك احنا بنشوف مدربين اجانب بغض النظر انه بعد كده قال انه ده الاحترام نهارده علمانيا شوف عدد المدربين لما جي المدرب المساعد لما خد مكان لف شوف التبادل بالاحترام وقيمة اللي مقدمه لف مع المنتخب وان هو الراجل خلاص مهميته انتهت وبيسلم الراية لزميله ايه الكلام ده احنا من ايه فين من الناس دي لو انت بتتكلم بقى تقدم وتكدب وتقدم كرة حديثة راقية للناس قبل كده لازم يفيه احترام متبادل بينه وبين الاتحاد بينه وبين النادي بينه وبين شخصي وبينه وبين جماهيري انا ليه افقد الثقة في المدرب المصري احنا عندنا مدربين وعظام حده يعي حقق ابو طلاط زي كابتن جوري كابتن حسن شحاد وكابتن حسن شحاده وكابتن جوري موجوش صعوبات واجه صعوبات كبيرة جدا وكان فيه اخفاقات كان فيه اخفاقات كثيرة جدا لكن لقوا ناس سبورت وراهم مساندين كانت جيتك كابتن حسن شحاده عمل اعجاز ثلاث بطولات متتالية محدش عملهم في التاريخ كابتن جوري نفسك كابتن جوري انفكر في 98 قالك انا رايح اعطاك بروكرينا فاسه رايح هناك هاخد المركز الاخير واخد البطولة صح وخد البطولة الكابتن حسن شحاده راجع للمنتخب الحمدلله بعد مساندة حتى بالقادة السياسية كابتن حسن شحاده في 2006 لو كان خسر النهائي ما كانش تكمل المشكلة طبعا ما كانش تكمل ما كانش تكمل لا وفيه صدفة حتى نجحاتنا العظيمة في 2006 أو 2008 أو 2010 كتب لها الله قدر يعني انها تكمل لكن لو كان كابتن حسن شحاده خسر النهائي كان قالك فشل وازاي يخسر في مصر والنهاية البطولة ولو حتى انتقادنا انتقد فندي ما تخدش في الشخص المدير هو بالفعل